السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول رد ناري لسلطة صنعاء على بيان مجلس الأمن حول عمليات البحرية لصنعاء وإلى التفاصيل ردت سلطة صنعاء على موقف مجلس الأمن الدولي من عمليات قواتها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن إسنادا لقطاع غزة وقال عضو وفد صنعاء التفاوض عبد الملك العجري في تدوينة له على إكس بيان مجلس الأمن الأخير حول عمليات الجيش اليمني ضد الصفن المتجهة لإسرائيل لا قيمة له لا أخلاقية ولا سياسية فالمجلس الذي عجز عن وكف الإبادة في غزة وعن فرض القانون التوليه على إسرائيل لا يحق له أن يضالب الآخرين باحترام القانون التوليه مضيفا عندما يعمل القانون الدولي في غزة سيعمل في غيرها وكانت أمريكا وبريطانيا ضغط على مجلس الأمن التوليه لاستصدار بيان يدين عمليات صنعاء المساندة لقضاء غزة في دعم أمريكي بريطاني جديد لإسرائيل لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في القضاء أشكركم على حظ المتابعة والإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر